تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات في شوارع المملكة تم اليوم افتتاح تقاطع الجسرة والذي يأتي ضمن إجراءات الحزمة التحسنية الأولى لتخفيف الازدحامات المرورية عند التقاطعات الحيوية أكثر من 120 ألف مركبة سيستقبلها تقاطع الجسرة بشكل يومي وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من التطوير ما سيقلل من زمن الانتظار بنسبة 30% مقارنة بالوضع الحالي فيما سترتفع إلى 60% بعد اكتمال المشروع نفتح الالتفاف إلى اليمين للقادمين من شارع ولي العهد باتجاه شارع الشيخ عيسى بن سلمان بحركة مرورية حرة دون توقف ومتفادين الإشارة الضوئية طبعا هذا الافتتاح راح يزيد من الطاقة الاستعابية لهذا التقاطع المهم تقاطع الجسرة وهو الإضافة الثانية لهذا التقاطع كما أيضا يسهم في تحرير الحركة إلى الشمال باتجاه شارع الجنبية بحيث سيكون التدفق المروري سلس أكثر من ذي قبل طبعا أيضا هذا الافتتاح يأتي الثاني بعد المخرج على شارع 27 الخارجي من سار باتجاه شارع الشيخ عيسى بن سلمان وهو ضمن المشاريع المستعجلة التي أمر بها صاحب السمو المملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأيضا تأتي ضمن مشروع أكبر وحزمة أكبر على مستوى شبكة الطرق في البحرين ستؤدي إلى رفع الكفاءة والتحرر أو التخلص من الإختناقات المرورية في مواقع مهمة على الشبكة المرحلة الثانية من مشروع التقاطع التي سيتم تنفيذها لاحقا ستحدث تغييرات إضافية على الحركة المرورية لتكون أكثر سيابية في جميع الاتجاهات من خلال إنشاء مسار لنقل الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى من الجهة الشرعية إلى أهل الجسر ومنه إلى شارع ولي العهد دون توقف ليعمل التقاطع بعد ذلك بلا إشارات ضوئية خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين